نبتدي كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي معانا سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصال هاتفي بالأمس مع السلطان هيتم بن طارق سلطان عمان وقدم خالص التعازي في ضحايا حدث اطلاق النار بمنطقة الوادي الكبير بمسقط وأيضا جدد سيدة الرئيس إدنة مصر لهذا الحدث الإرهابي الآثم وتضامن الكامل مع السلطانة كمان أمبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس سائل وزراء وصل إلى أكرا عاصمة غانا للمشاركة نيابة عن سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنصيقي للاتحاد الإفريقي أخبار مهمة حصلت مبارح الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصال هاتفي مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وتقدم الرئيس بخالص التعازي في ضحايا حدث اطلاق النار بمنطقة الوادي الكبير بمسقط دعيا الله عز وجل أن يتغمد برحمته ضحايا الحادث الأليم وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين مجددا إدانة مصر لهذا الحادث الإرهابي الآثم والتضامن الكامل مع سلطانة عمان في هذا الظرف وفي إطار الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب والتطرف كمان مبارح الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الكيني ويليام راتو تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وأكد الرئيسان الطابع الوثيق للعلاقات بين الشعبين وتطلعهم للارتقاء بكافة مجالات التعاون ودفعها لأفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتسق مصالح البلدين الشقيقين وحرصهم على الحفاظ على النمط الحالي من التنسيق اتصالا بدور البلدين الفعال على الساحة الإفريقية وعمق العلاقات التاريخية اللي بتربطهم انبارح وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى أكرى عاصمة دولة غانا للمشاركة نيابة عن رئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فعليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الإفريقي التي من المقرر أن تبدأ اليوم بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الإفريقية ومن المقرر أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي كلمة ضمن فعليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الإفريقي وأن يعقد على هامش زيارته لغانا عدد من اللقاءات الثنائية مع بعض المسؤولين في سبيل منأشة جهود تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية بين بلدان القارة الإفريقية انبارح أيضا بعث الفريق أول عبد المجيد سأر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2024 أيضا بعث الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة ممثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة كان الفريق أول عبد المجيد سأر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أصدر توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة أيضاً أصدر الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة امبرح عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماع بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لوضع جداول أعمال الجلسات التي ستعقد في الفترة القادمة وعلى رأسها جلسات الحبس الاحتياطي كما سيتم وضع تصورات الأخيرة حول أجندة تلك الجلسات والمشاركين فيها كان مجلس أمناء الحوار الوطني تقدم بالشكر والتقديل للرئيس عبدالفتاح السيسي على حرصه على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومواصلة العمل من أجل مجتمع أكثر شمولاً وازدهاراً وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني أنه هيتم وضع القضايا العجلة اللي طلبتها الحكومة وهيتم مناشتها بحرية كاملة زي قضية التحويل من الدعم العيني للنقدي ونظام الثانوية العامة الجديد